خالد النبوي حياخد دور فاتن حمامة في إمبراطورية ميم وحالة شيحة حتعمل دور أحمد مظهر إيه اللخبطة دي؟ هقول لكم على الحكاية قصة إحسان عبدالقدوس اللي تعملت فيلم إمبراطورية ميم كانت فاتن حمامة هي أم الأولاد وأحمد مظهر هو راجل مطلق فخالد النبوي حيعمل نفس القصة بس هيكون فيها هو أبو الأولاد زي دور فاتن حمامة في الفيلم وحالة شيحة هي المرأة المطلقة اللي بترتبط بالبطل والأولاد في المسلسل حيكون منهم نور النبوي ومونة أحمد زاهر تفتكروا بقى المسلسل حيبقى زي الفيلم؟